مجلس الشورى عادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى مساء الخير سيد عبد الرحمن وأهلا بك في نشرة الثالثة وهل تحدثنا عن المشاركة وأهميتها؟ مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة يشارك مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي يوم السبت المقبل تحت عنوان رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي سيتم في الاجتماع تبادل رؤساء ومثلوا البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية الآراء والأفكار حول سبل وآليات وضع رؤية برلمانية عربية تجاه الذكاء الاصطناعي وما يشهده هذا المجال من اهتمام متسارع واستخدام واسع في العديد من المجالات كما سيناغش رؤساء ومثلوا البرلمانات العربية دور المجالس التشريعية في وضع إطار قانوني وتنظيمي يحقق الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وبصورة تضمن عدم المساس بحقوق الإنسان وبما يراعي خصوصية الآخرين إلى جانب الثقافة العربية والأخلاق المجتمعية في الدول العربية كافة وفي اختام المؤتمر سيتم إقرار وثيقة تعكس رؤية البرلمانات العربية تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه الآمن لدعم مجالات التنمية والتقدم بالوطن العربي وذلك تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية الثالثة والثلاثين على بستوى القادة العرب الذي ستعقد في مملكة البحرين منتصف شهر مايو المقبل وتشكل محطة مهمة لتحميق التعاون العربي وترسيح وحدة وتكاتف الدول العربية ويعود المؤتمر فرصة لتبادل الأراء بشأن عمل البرلمانات والغضايا ذات الكمام المشترك وشكرا لكم نعم سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك